اشتركوا في القناة بدل قفة رمضان وفي فرنسا لغو فبيوس دافع عن بيع سفن حربية لموسكو أهلا بكم إلى التفاصيل قبل أيام فقط من موعد الانتخابات في سوريا استقال الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي لحل الأزمة في البلاد من منصبه الاستقالة التي اعتبرت بمثابة نعين الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع المستمري منذ ثلاث سنوات وأعاد الإبراهيمي سبب استقالته إلى عدم تمكنه من حل الأزمة في سوريا والذي جعله يخطو هذه الخطوة هي الانتخابات المزمع إجراؤها في الثالث جوان الجاري والتي ستقرس لمحالة بشار الأسد رئيسا لسوريا وتأسف بنكيمون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لاستقالة الإبراهيمي ووصف قرار الإبراهيمي بالاستقالة بالمفهوم لكون الطرفان المعنيان بالأزمة في سوريا أظهر ترددا كبيرا واعتبر بنكيمون فشل الإبراهيمي في حل الأزمة فشل المجتمع الدولي ككل ولم تحظى استقالة الإبراهيمي باهتمام كبير في الإعلام السوري لتردد حيازه للمعارضة على مدار الفترة الماضية خصوصا خلال مؤتمر جناف 2 غير أن متابعين للصاحة السياسية في الجزائر أرجعوا السبب الحقيقي لاستقالة الإبراهيمي هو وجود مفاوضات جادة مع الدبلوماسي الجزائري لتولي منصب مهم في الدولة والذي يعزز هذه الرؤية هو اللقاء الذي جمع ابو تفريقاب الإبراهيمي ليلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أسالت الكثير من الحبر سواء من حيث التوقيت أو من حيث فحوى الحوار الذي جرى بين الرجلين يلتقي اليوم أعضاء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لإنهاء خطة عمل الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الجمهورية وهذا استعدادا لعقد مجلس وزراء ثاني خلال الشهر الجاري يخصص للمسادقة على الخطة قبل إحالتها على البرلمان خطة الحكومة الجديدة ترتكز في جوانبها الأساسية على الاستمرارية في الورشات الأساسية وفي مقدمتها قطاع السكن حيث من المقرر أن يسلم عند نهاية السنة الجارية مليون ومئتي ألف وحدة سكنية مع إنجاز 1.6 مليون وحدة بطريقة عادلة عبر الوطن كما تتضمن ورقة طريق عمل الحكومة أليات دعم برنامج التشغيل ومكافحة البطالة على النحو الذي يتم فيه الاستبدال التدريجي لمناصب العمل المؤقتة بمناصب عمل مستدامة فيما تتناول الجوانب الجديدة للخطة القطاعات التي مسها التغيير الوزاري منها قطاع الصناعة حيث تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وتسهيل تعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني وتدعي بمناخ الأعمال من خلال تسهيل الحصول على العقار الصناعي وأنواع القروض في مختلف أشكالها الاستثمارية والاستهلاكية البسيطة الموجهة للخواس هذا وينتظر أن يعرض الوزراء الجدد خطط عملهم لمواجهة التحديات المنتدرة يمثل الوزير المنتدب المكلب بشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل غدان الخميس وبعد غدان الجمعة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفلقة في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والمخصص لإصلاح مجلس الأمن الأممي ببرازافيل بجمهورية الكونغو وسيعمل أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على تقييم مراحل المسار الذي تمت مباشرته لإصلاح مجلس الأمن وترقية الموقف الإفريقي المشترك تحت تسمية إجماع إزولويني حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية هذا ويعبر الإجماع الذي تم تبنيه سنة 2005 عن مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمشاركة أكثر إنصافا وتوازنا وتمثيلا لإفريقيا إلى جانب المجتمع الدولي في حفظ السلام عبر العالم سيتم الشروع في تسليم رخصة السياق الجديدة في الجزائر التي ستكون مرفوقة بالرخصة بالنقاط أواخر شهر مايا الجاري وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون حسب ما علم يوم الأربعاء من وزارة النقلة ويمكن التفريق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمانة التي ستحملها الوثيق الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية هذا وقد صرحت مصادر لوكلة الأنباء الجزائرية أن تأخير في إصدار رخصة السياق الجديدة قد تسبب في تضمر عدد كبير من السائقين الذين قدموا ملفاتهم منذ عدة أشهر للدوائر وأضف نفس المصدر أن هذا التأخر يرجع إلى تقنية بحتة تتعلق أساساً بعملية تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق التي تتطلبان عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائية جهيم اليوم سعيد بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أول لقاء بعد انتخابها على رأس هذه المؤسسة مع مختلف رؤساء مكاتب الهلال عبر 48 ولاية لدراسة مقتلحها فيما يخص إلغاء قفة رمضان خلال الشهر الفضيل المقبل وتعويذها بمبالغ مالية تقدم على شكل سكوك للمستفيدين كما سيتم مناقشة استراتيجية خاصة بشهر رمضان وإعادة الوضع الهيكلي للهلال على المستوى المحلي وقشفت بن حبيلس سابقا لدى نزولها أمس على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى عن استراتيجية خاصة بعملية التضامن لشهر رمضان تتضمن صيغتين الأولى تخص المساعدات المالية والثانية تخص مطاعم الرحمة وسيتم منح مبلغ مالي للمعوزين لا يقل عن عشرة آلف دينار وهذا لصيانة كرامة المواطنين المستفيدين وتوزع هذه المبالغ بالتنسيق مع المصالح المحلية المختصة لضبط قوائم المستفيدين أما للأستراتيجية الثانية التي سيعمل بها الهلال الأحمر الجزائري في رمضان للتكفل الجيد بالأسر المعوزة والفئات المحرومة فهي مطاعم الرحمة بإقصاء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة دفع وزير الخارجي الفرنسي لغان فابيوس اليوم في واشنطن عن بيع سفينتين حربيتين إلى روسيا رغم معارضة الولايات المتحدة وترك الباب مفتوحا مما إعادة النظر في هذا العقد الذي سينفذ الشهر أكتوبر المقبل وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن قال فابيوس إن فرنسا لا تتلقى دروسا من أي شخص إضافة إلى أنها تعرف واجبها سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو بأي قضية أخرى وأوضح الوزير الفرنسي أنه قانونيا لا توجد أي إمكانية لعدم تنفيذ العقود مشيرا إلى أن الزبون الروسي دفع أكثر من نصف قيمة العقد وأن الجانب الأمريكي لم يطلب منه رسميا التخلي عن هذا العقد العسكري هذا وختم فابيوس خطابه بالقول أنه إذا تعذر إجراء انتخابات في أوكرانيا بسبب العرقلة فعندها يجب أن نبحث مجموعة إضافية من العقوبات أعلنت اليوم الحكومة التركية الحدد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع في أحد المناجم غربي تركيا وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص حتى الآن هذا وذكر مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان أنه سيتم تنكيس الأعلام اليوم الأربعة في جميع أنحاء البلاد وفي الصفارات التركية بالخارج إلى ذلك وصف وزير الطاقة التركي طهر يلدز الانفجار الذي وقع في منجم للفحم والحريق في غرب تركيا بأكبر كارثة في مجال التنقيب تشهدها البلاد إلى نيجيريا وفي وقت ما زالت فيه الجهود المحلية والدولية تتواصل لإنقاذ الفتيات المختطفات من قبل بوكو حرام توصلت التحقيقات أن هذه الجماعة نجحت في الحصول على أسلحة نهبت من مخازن ليبيا عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي هذا وألمحت حكومة نيجيريا أمس إلى استعدادها للتفاوض مع حركة بوكو حرام حيث صرح وزير المهام الخاصة تاني موتوراكي أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة وجاء تصريح الوزير بعد يوم من نشر زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو تسجيلا مصورا عرض فيه الإفراج عن الفتيات المختطفات مقابل إطلاق صراح معتقلين من الحركة في سجون نيجيريا تستضيف اليوم أوكرانيا محادثات في العاصمة كيف في إطار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة المتصاعدة شرقيا البلاد وتجمع المحادثات مسؤولين في الحكومة الأوكرانية المؤقتة وزعماء المناطق التي تشهد أعمال عنفة في وقت رفض فيه الموالون لروسيا المشاركة في هذه المحادثات حدث هذا بعد أعلان القيادة الأوكرانية أمس عن عدم دعوة الانفصاليين في شرق أوكرانيا للمشاركة في هذه المحادثات كما أكدت الحكومة المركزية في كيف أن المفاوضات لن تحقق إلا مع القوى التي لديها أهداف سياسية مشروعة والذين لم تطلطق أيديهم بالدماء نبدأ أخبارنا الثقافية بوفاة المخيج السويدية الجزائري الأصل مالك بن جلول الحائز على جائزة أوسكار في عام 2013 في ستوكهولم عن عمر يناهز ست وثلاثين عاماً وجاء خبر وفاته من طرف الشرطة السويدية التي صرحت أنها وجدت جثة بن جلول مساء الثلاثاء في منطقة في العاصمة السويدية إلا أنها لم تعلن عن سبب الوفاة مشيرة إلى أن ليس هناك شبهة جنائية حول وفاته وذعى سيت بن جلول بفوزه بالفيلم الوثائقي شوغرمان أو البحث عن رجل السكر الذي نال جائزة الأسكار وفاز بالعديد من جوائز البافتا في عام 2013 انطلقت اليوم فعالية الأيام الوطنية للصور الفوتوغرافية التراثية بولاية سكيكدا في طبعتها الأولى هذه التظاهر التي ستستمر إلى غاية الثامن عشر من ماي جاءت بهدف إحياء الذاكرة تزامنا وشهر التراث الذي كان أمام الشباب لاكتشاف الكنوز الأثرية التي تسخر بها المنطقة وبهدف التبادل الثقافي بين الولايات ستحتضن يوم غد ولاية وهران ملتقا أدبيا جاء تحت عنوان أصداء الثورة الجزائرية في الأدب العربي بمشاركة باحثين من جامعات غرب البلاد وسيتم التطرق من خلال هذا الملتقى إلى اهتمام الأدباء الجزائريين والعرب بالثورة التحريرية كما خصص هذا اللقاء التطرق إلى خمس محاور تعالج تجليات الثورة الجزائرية في الشعر والرواية وكذا المسرح والسينما وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا لنهار اليوم أطيب الأوقات مع باقي برامج قناتكم بير تيفي اشتركوا في القناة